موسيقى برحب فيكن مشاهدينا بالمحور أو الفقرة الأخيرة من حلقتنا طبعا معنا وقت كتير ولكن ما فينا منمر على سواء كان الأموال المنهوبة أو الأموال المهربة وأيضا الاعتداء على صحافي محمد زبيب يلي صار ويلي رجع تكرر بالأمس بيسنى أنه رحب بضيفي بستوديو الخبير قانون الدولة في شؤون الاقتصادية المحامي دكتور علي زبيب أهلا وسهلا دكتور علي مشكورين مرتين على الاستضافة أهلا وسهلا فيك بالعكس ومنهم نوجه كمان أيضا تحية كبيرة للصحافي محمد زبيب عامل القلق الكبير لأوليغارشية المصارف يلي أيضا عملها سمحني هون حتى لي منغيب عن الموضوع مرور سريع على الاعتداء يلي يتعرض له الأستاذ محمد علما أنه خلوني دقيق دي شغلة أنه جربنا الاتصال مع الوزير مروان خير الدين وأيضا بالحزب الديمقراطي اللبناني ولكن فضلوا ترك الأمر للقضاء فسريعا باختصار شديد نرفع دعوة لهذا الموضوع شو الإجراءات أول صار أنا أول شي رح جرب ابتعد عن الشق القضائي لأنه طبعا ينظر به أمام القضاء ونحن كامل الثقة بمدة عام التمييز ورح ابتعد عن الشق العاطفي كونه الصحافة محمد زبيب يكون عامة خيبية نعم وهأحكي بكل موضوعية أول شي هأحكي اللي صار قبل ما نرجع نفوت بالمواضيع اللي كمان نحن جايين نحكي فيها كان في مبارح مؤتمر صحفي للصحافة محمد زبيب وطبعا كانوا الجديد موجودين وهو توجه بالاتهام لمروان خير الدين بصفته المحرد على ارتكاب الاعتداء اللي تم على الصحافة محمد زبيب طبعا الكاميرات الجديد كانت أو بالأحرى الجديد كانت أول من كشفة الفيديو وبالتالي استنادا لقانون العقوبات اللبنانية اللي بيعمل المحرد الفاعل والشريك والمحرد والمخبئ بس الوزير مروان خير الدين نفع عملية التحريط نفع علمه بهذا الأمر وما قام به مرافقه هو موضوع شخصي لأنه استفزوا أنه محمد زبيب زميلنا وصديقنا أكثر من مرة يعني ذكروا بالاسم أو محرد على موضوع المصارف وكل هالطلبة يعني أنه ما في نظر بهذا الموضوع يعني أنا ست سمر ما رح كرر المؤتمر الصحفي بس الملفت أنه ولا مرة إذا بتراجعي وبعتقد مقابلاته وكتاباته للأستاذ محمد كلها موجودة ولا مرة من المرات كان في عملية شتم أو اتهام بالمباشر كل ما في الأمر أنه تم تسريب وثيئة بالأحرى وثيئتين الأولى بتفرجي أنه بعتقد سنة 2010 قام مروان خير الدين باستدانة 300 مليون دولار 300 مليار ليرة من مصرف لبنان مقابلة رهن أسهم بنك الموارد لمصرف لبنان ومصرف لبنان ما زال عم بيجدد هذا القرض وبعدين تسربت وثيئة تانية بتبين أنه عام 2019 نزلت وداء على المصارف 15.6 مليار دولار 98% مننا أي 15.3 مليار ظهرت من الحسابات اللي بتفوق المليون دولار أي كبار المودعين وبالتالي هذا شكل قلق كبير للمصارف بشكل عام أو يعني إذا بدك ما يسميه أو ما يصفه الصحافة بالأوليغارشيا وبالتالي كيف بينربط هذا الموضوع هذا بيرجع للرأي العام وبيرجع للإعلام أنا بدي أقول شغلة قبل بس ما نحكي بالواقع اللي صارت هو مش اعتداء على الصحافة محمد سبيب هو الأهمية اللي كمان كتير مهم أنه الكل يفهمها لحرية الإعلام دايما كانت مقدسة لانتهاكات على الإعلاميين وانت شهدت عليها بأكثر من مرة صارت عم تتكرر الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بتخبئة لا الأرقام ولا الوقائع وبالتالي اليوم مدة عام تمييز حط إيده على القضية فيها مجموعة كبيرة من المحامين يعني عم بيشتغلوا على هذه القضية هذه القضية ما رح تنترك وبالتالي فيه القضاء أمام مسؤولية كتير كبيرة لا يقدر يحمي مش بس حرية الإعلام وحرية الصحافيين الاقتصاديين بل حريات العامة بشكل عام وخاصة بها الموضوعين هيا أقول وين صرنا هلأ أن رفعت الدعوة وبانتظار أن يبت القضاء المختص تعرفي هو الموضوع أول شي القضاء وفرع المعلومات عمل إنجاز نوعي بالقبض على الأشخاص المتورتين الصحاف زبيب ذكر أنه هن لم يسلموا بل ألقي القبض عليهم المستغرب أنه مبارح خلال مؤتمر الصحفي اللي كان موجود فيه محبين كتار الصحافي وعدد من أفراد عائلته تم محاولة للاعتداء عليه من قبل شخصين بدفاع مباشر جدا عن السيد خير الدين وحاولوا الوصول لإله يمكن شفتوا فيديو صغير هذا إجا بعد محاولة الوصول للصحافي محمد زبيب وقام الموجودين بطردهم بعدما كان فيه تهديد واضح لإله وهذا طبعا مستغرب ومستهجن ومن وضع أمام القضاء وأمام الرأي العام نعم سأكتفي بهذا القدر كيفية نحكي أكتر لو معنا الطرف الآخر أيضا وكيفية نحكي أكتر لو الوقت بيسمح ولكن نسمح لي هلأ ذكرت كلمهم عم تحكي عن تهريب عن كبار المودعين خلينا نفوت مباشرة على موضوع كبار المودعين وتهريب الأموال يلي صار خارج البلد وللأسف أنه أكبر كمية تهريب أموال صحيح ببلشت من أول السنة وكأنه في حدا نعارف لوين بدنا نوصل ولكن في حوالي أربع مليار تم تهريب ونحكي أربع مليار دولار إخراجهم ما بين خمسة أيلول وهلأ أو قبل شوي يعني مش هلأ فشو صار وكيف بدنا نقدر نكفي بهذه الطريقة وهلأ كان الأستاذ جورج إرم عم بيقول أنه وين الاحتياط الموجود تحت الأرض يعني في مينوس نعم هو السؤال المطروح هل الأشخاص اللي عم نحكي عنهم كانوا عارفين شو هيصير أو هن اللي تسببوا بشو هيصير هذا السؤال المطروح واللي عارف بيكون بالجو يعني المشارك اليوم فيه تعريف مبهم لعملية الأموال المنهوبة الأموال المنهوبة هي ليست فقط أموال مهربة وموضوع تهريب الأموال هو ليس جرم أصلا لأنه اليوم سيد سمر إذا الشخص منه شخص معرض سياسيا اي بوليتيكلي اكسبوست بيرسن إله الحق الكامل بتهريب أمواله بأي أزمة اقتصادية إذا كان هذا الموضوع لا أخلاقي بالعنون نقاش آخر ولكن قانونا نحن نظام رأسمالي حر وبيسمح لأي شخص بتحويل أمواله المشكلة الأساسية اللي بتحمل مسؤوليتها من هرب وبتتحمل مسؤوليتها المصارف اللي سمحت بهيدا التهريب هي لما يكون شخص PEP شخص معرض سياسيا وبالتالي يتعاطى الشأن العام بالمرحلة الأولى كيف جمع الأموال هيدا الشخص بهيدا البنك وهذه الأموال لا تتلاءم مع مدخوله ولم تقم المصارف بالتبليغ عن هذه الشخصيات لهيئة التحقيق الخاصة وبالمرحلة الثانية لنفطرة جدلة أن ننسيو وهيدا موضوع غير جائز كيف سمحت لني ظهروا أموال لبرا هيدا أول شئ الشئ التاني ستصمر الأموال المنهوبة هي الكهرباء والجمارك والاتصالات والأملاك البحرية والأملاك العقارية والفوائد مصانع الإدوية هيدا كلها أموال منهوبة من الداخل يعني اليوم اللي بيتهرب ضريبيا هيدا الأموال لازم تروح على الخزينة العامة وما راحت على الخزينة العامة راحت على جيوب منقبض الرشاوة لحتى يتفادى المهر أو الذي تهرب من دفع الضرائب وبالتالي إذا بدي أحكي بشكل موضوعي الأمر يجب أن يكون أمام القضاء وهذا بيفتح باب على استقلالية القضاء وهنا الطامة الكبرى اليوم من غير الجائز مهاجمة القضاء بشكل دائم ومنقول أن القضاء تابع والقضاء لا القضاء بحالة غير سليمة في لبنان ولكن في عنا قضاء مشهود لهم لابد من إعادة هيكل كاملة للتركيب القضائي يعني انتخاب مجلس قضاء أعلى وعدد من النقاط اللي كانوا أثرون نادي القضاء وبنفس الوقت لابد من تعديل بعض القوانين على سبيل المثال للحصر والأهم قانون الإثراء غير المشروع الذي يتصل مباشرة بالعمل لاستعادة الأموال المنهوبة قانون الإثراء غير المشروع اللي شرحته على هذه الطاولة مع زملائك قبل هو قانون هجين وقانون سخيف وقانون مرعب لأنه هذا القانون بيقلك أنه إذا سيد سمر أبو خليل بدت الدعي على أحد السياسيين بتهمة الإثراء غير المشروع لازم تحطي 25 مليون ليرة ضمانة ولازم يكون إليك الصفة والمصلحة وإذا خسرت أو إذا طلع ما معك حق بدك تدفع 200 مليون ليرة بالإضافة لتعويضات عطل وضرر قد يطالب بها من قمت باتهامه هذا كأنه عم بيقول للمواطن منكسر إيديك إذا بتجربت الدعي فلابد من القضاء أنه يصير في حركة كتير كبيرة من مرحلة تشريعية لحتى نقدر نعدل هذا الأمون لأختم موضوع اللي بيتعلق باستقلالية القضاء أنا على يقين أنه فيه عدد كبير من المعنيين يعني عم بيشتغل بكل مجهود من أجل تحقيق استقلالية القضاء ولكن ما فينا ننطر لنخلص عملية استقلال القضاء بنظام هالأد طائفي وبنظام هالأد فاسد وبعدين نبلش نقول كيف فينا نحاسب لابد من إيجاد طريقة على سبيل المثال تشكيل لجنة قضائية مستقلة من قضاء مشهود لهم هون المشكلة مشهود يشكلها مثلا مجلس القضاء وكمان عندك تدخل المجلس النواب لأنه إذا بدك تشرع لجنة جديدة بيقولولك في عنا تفتيش مركزي وفي عنا وفي عنا وفي عنا نحن اليوم في أزمة ثقة بين الشعب فإذا على شو نحن بدنا نعقد الأمال بهذا الموضوع على مين إذا بتسمحيلي من هيدا السؤال ادخل على وين نحن موجودين هلأ ومين موجود بالبلد المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هاي المؤسسات لنا ملايكة ولنا شياطين الشطارة اللي نحن نقدر نستفيد منها كلبنانيين عبر الحكومة وعبر يعني فرق مؤلفة من خبراء بالتنسيق مع الحكومة هي كيف فينا نستفيد الاستفادة الأمثل من هاي المؤسسات المالية الدولية لنجيب النتيجة الأحسن للبنة إذا بتخليني أعطيك حتى ما أحكي بالعام تخليني أحكي بالخاص اسفاني جانب قد ما فينا نخطص يالله يعني ستعم بحكي مثلي بيقول نشط الاقتصاد أنا معم أبحث عنك الحال شكرا صندوق النقد الدولي بيعطي عدد من البرامج في عنا برنامج الرابيد كرادت فاسيليتي برنامج التسهيل المالي السريع اللي واستطراضا لبنان تقريبا بيطلع له 950 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الكووتا تبع لبنان تقريبا فينا نستحصل على 5 مرات الكووتا وبالتالي نستحصل على 5 مليارات دولار مع شروط قليلة هذا أول برنامج البرنامج الثاني واللي أنا بسميه البرنامج المصيبة اللي هو التسهيل المالي الطويل اللي بيتضمن شروط لا يقوى لبنان على تحقيقة لا من قريب ولا من بعيد اللي بتتضمن رفع الضرائب تحرير العمل الوطنية رفع الدعم عن الاحتياجات الأساسية وبالتالي المجتمع اللبناني لا يحتمل وهي ممكن جيب لنا حوالي 25 مليار دولار الحل الأنسب لأنه ما بيصير نضل نشكة ومنعطي حلول الحل الأنسب هو شيء اسمه وهو البرنامج المطور داخليا شو هو البرنامج المطور داخليا البرنامج المطور داخليا بيقول لسندوق النقد الدولي نحن بس بدنا منكم والبنك الدولي المساعدة التقنية واللي بيحقله لبنان يطلبه بموجب أنه هو عضو بسندوق النقد الدولي واللي ما بتتضمن أي نوع من الشروط وبالتالي لا يحق لسندوق النقد الدولي أن يفرض أي شروط ولكن ست سمر اليوم نحن إذا طلبنا مساعدة تقنية بدون ما يكون عننا وسائل وبدون ما يكون عننا أدوات إصلاحية هذه المساعدة التقنية ما بتأدي لمطرح إذا معك ورقة وقلم وبتسمحي لي أخذ دورك لقلم ديئة أنا عملت حساب سريع نحن عنا الكهرباء إذا منحط هيئة ناظمة لإدارة الكهرباء وامتحانات مجلس خدمة المدنية هأترك عجانة بقديش منوفر لأنه هادر الكهرباء هو الهادر الأساسي الجمارك ضبط التهريب عبر هيئة رقابية مصغرة بتشيل 2 مليار دولار تقوفر للخزينة هاي 2 عنا الاتصالات عدد من الدراسات اللي راجعناها ممكن تعملنا 1.5 مليار دولار عبر فتح مجالات جديدة وبالتالي مليار ونص بي الاتصالات ما تحسب اللي حقلك ياهن يعني 3 مليار باقتصاد المعرفة العدو الإسرائيلي بيستثمر باقتصاد المعرفة أكثر دولة بالعالم نحن الدولة بتستثمر 0 دولار باقتصاد المعرفة القطاع الخاص يستثمر من جيبه الخاص وبتدخل مليار دولار على البلد فينا نكمل حساب الأملاكة البحرية 2.5 مليار دولار المخالفات العقارية اللي الناس عم تترجى الدولة بدون يتركوا مخالفة عقارية مدتها 50 و 60 و 70 سنة ومش مستعدين والشخص ما عم بهدى وما عم بزيلة وما عم يستفيدوا منا مليار دولار الفوائد اللي خفضها مصر في لبنان مؤخرا عملت وفر بقيمة 2.5 مليار دولار علما أنه هاي الفوائد لا تزال غير عادلة ومرتفعة وهدامة عفوا وبالتالي قادرين بعد نحن نخفض ونزيد 1.5 مليار دولار ما بدي روح على موضوع النفط لأنه النفط هو المستقبل أدي صار معك المبلغ 11 مليار 11 مليار دولار بعدنا عم نحكي بالعموميات اللي بدي وصل لك واللي بدي وصله للمشاهدين ما لازم نضلنا نشكي لأنه نحن تخطينا الأزم الاقتصادية صرنا بمطرح أعمق بكتير ما بقى حدا لازم يقول نحن على شفير الهاوية نحن نزلنا بالهاوية ولكن مش معناتها ما فينا نطلع منه نحن بكل بساطة إذا عملنا وهلأ الصوت نحن فينا نطلع منه بس مثل ما عم نشوفهم رايحين رايحين يطلعوا بالطريقة الهينة يلي بتحميهم ويلي بتورط الناس واللي هين نحن بدنا نكافحها يلي هو باختصال موضوع صندوق النقد الدولي هيدا نحن بدنا نكافحها صندوق النقد الدولي بكرر ليس ملاكا وليس شيطان خلينا نستفيد منه نقل له نحن بدنا بس المساعدة التقنية شرط أنه نقدر اللي حكيته أنا وإياك هلأ هيدا النقاط السبعة أو ثمان نقاط نقدر نحصرها بالموازية يكون القضاء عم يتحرك للمحاسبة هيدا الوفر مع المساعدة التقنية ونركز على موضوع المختربين اللي غايب عن عقل الحكومة وعن عقل العالم سيد سمر المغترب بفوت 8 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 19% من الناتج القومي المحلي هيدا مش طايرة بي ولا بلد عم نعمل معه هلأ ما بقى مسترجي يفوت دولار لأنه المصرف عم يحبس الدولار وبالتالي اليوم نحن إذا منخلق صندوق استثماري للمغتربين ومنقول لرجال الأعمال تفضلوا استثمروا بمطرح قادرين توثقوا لما تفلوا من الخليج بلق إقامة وبلا فيزا وبلا جنسية بعض عمر طويل قادر يكون مدخراتكم موجودة وأعمالكم الاستثمارية عم تولد عم تخلق فرص عمل اقتراب ما عم نتطلع فيه وبالتالي إذا ما ركزنا عليه رح نقع أكتر بالهاوي لأنه المغترب هو المنقذ أخيرا وليس آخرا بهذا الموضوع أنا مبسوط ومرتاح لأنه الحملة الإعلامية والأنونية اللي عملناها ضد أبواق الكذب اللي صاروا يقولوا إذا نحنا ما ندفع لا استحقاء اليوروبوند البلد حيتنمر عن أي صيط عم نحكي ما نحنا حاليا أسوأ سيط بلد بالعالم يعني إلى جانب فنزويلا وبعض الدول هو لبنان وليك التصليفين كيف عم تكون طبعا أكيد وهذا موضوع طبيعي هيدول الأشخاص ستتسمر يا بدهم يحموا بعض أصحاب المصارف اللي إلهم المصالح ومن المعيب أنه قاموا ببيع سندات اليوروبوند إلى الخارج لسببين لأنه في حال صار مش أكيد أنه نباعت لبل هي الأكتر من هيك استعارة وضعت ما هيده أسوأ ما هيده أسوأ يعني عم يصير في عملية سمسرة الأموال عم تندفع بالخارج عم تروع عم تطير من قلب لبنان وبالتالي هني عم بيحاولوا يخلقوا تدبير احترازي في حال عدم الدفع أنا مرتاح لأنه نحنا متجهين إلى عدم الدفع بحب أقول مثل قريب للعقل وبيحاكي الجميع اليوم إذا معك ألف دولار لتعيلي عائلتك لمدة شهرين وإخدي قرد لبيتك بالشهر ألف دولار هل بتروح بتدفع الألف للبيت للبنك وبتترك عائلتك يموتوا من الجوع ولا بتروحي على البنك وبتقولي بدي عيد جدولة وعيد هيكلة وبتجربت زبطي أمور عائلتك لبين ما تلاقي حل كيف تسكري هاي الديون نحنا هيدا الموضوع ركزنا عليه وحربنا وما بيسير ولا يجوز استمفاذ ما تبقى من الدولارات في لبنان من أجل أن نسدد استحقاق أصلا قام على باطل إن شاء الله يكون في أذاننا صاغية إن شاء الله هذه الحكومة تكون عارفة حالة بأي اتجاه رايحة لأنه الكل عارف المشكلة العارف بس بدنا هذه الإرادة للخروج من هذا المستنقع يلي عادنا فيه بأقل الأضرار الممكنة إن إحنا انتهى وقتنا أكيد سيكون لنا لقاءات أخرى تسمحي لي اختم بموضوع أخير ما بعرف إذا حدا نطرحه قبل الشيء اللي بعدنا فينا نعتمد عليه إنه أصول الدولة اللبنانية هي كلها ملك الدولة اللبنانية في نقطة حبيت أولى بموضوع استحقاقات اليوروبوند ما بقى حدا ممنوع بقى حدا يكذب على العالم ويقلهم حينحجز على أموال الدولة وأملك الدولة بالخارج الدولة اللبنانية فشلت في جعل أي استثمار في الخارج الدهب والميدل إيست ملك مصرف لبنان مصرف لبنان هو شخصية معنوية مستقلة عن الدولة اللبنانية واليوروبوند هو دين على الدولة وليس على مصرف لبنان في تجربة مع الميدل إيست بتركيا والجميع عارف أنه مئة بالمئة ما كان فيه إمكانية لحجزة يعني تأخرت ولكن لم تحجز فأصول الدولة اللبنانية جوه للدولة إذا بيصير فيه عملية إذا بدك عملية إبداعية بحصر أصول الدولة كلها وأخذ شأف منها الأصول 10% وضعهم بصندوق استثماري لحتى نريح المودع اللبناني أنه بمطرح معين الدولة اللي استدانت من المصارف وصرفت فلوس المودعين لتدفعهم لخدمة دين والمصارف عرفت أنه عم تدين دولة ما رح تقدر ترجع من أجل أنه تعمل أرباح عالية نعطيهم شوية ثقة أنه هاي الدولة رح تتحمل المسئولية ورح تقدر تسكر عبر شقفة من أصولها وبنفس الوقت لازم المصارف تتحمل المسئولية عبر شطب عدد كبير من الديون المتراكمة على الدولة هذه بدا حديث آخر ومطول بدي أشكرك كثير على حضورك دكتور علي سبيب خبير قانوني دولي في الشؤون الاقتصادية شكرا لك وياريت أتيح لألنا الوقت بس أكيد بحلقات لاحقة منحتي أكثر